أروح كمال لملف تاني وهو متعلق بكأس مصر نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك المباراة إن شاء الله هتتلعب يوم الجمعة 8 مارس في ملعب نادي النصر في مدينة الرياض الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة دمعاد وتوقيت المباراة وملعب المباراة ملعب المباراة هيكون ملعب نادي النصر هو الله يصديف مباراة الأهل والزمالك في الرياض يوم الجمعة 8 مارس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة تم فتح سيستم التذاكر للحجز لحضور هذا اللقاء الملعب بيسعى لحوالي 25 ألف متفرج ولكن لو بصينا كده على سيستم التذاكر وأنا دخلت كده بصيت على السيستم قبل مطلع هوا في الويت انجليست كان فيه وقتها يعني ده قبل الهواء بحوالي تلت ساعة كان على الويت انجليست ما يقرب من حوالي 6000 شخص 6000 فرد بيحاولوا يدخلوا عشان يحجزوا تذاكر مباراة الأهل والزمالك انا اعتقد اللي مستنى على الويت انجليست لو فضل فاتح ودخل لحي التذكرة ولا تذكرتين يبقى كويس أوي ولكن انا عارف على نهاية الحلقة هتكون التذاكر خلصت مش هيكون فيه مساحة ان حد يقدر يحجز تذكرة في مباراة الأهل والزمالك على فكرة قيمة التذكرة بتبدأ من 40 ريال سعودي قيمة تذكرة مباراة الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر بتقترب أو البداية من 40 ريال سعودي طيب الجانب التالي المتعلق بجوائز هذه المباراة للنهاردة فيه أخبار جديدة كلنا كنا عارفين ان قيمة المشاركة 100 ألف دولار قيمة المشاركة 100 ألف دولار الفائز هياخد 350 ألف دولار الفائز هياخد 350 ألف دولار والخاسر هياخد 200 ألف دولار وبالتالي كان مجموعة الجوائز للبطل 450 ألف دولار وللخاسر يعني أعتقد 200 أو 300 في الحدود دي أنا مش متأكد بس من الرقم دلوقتي أنا أتأكد لكم في الحلقات اللي جاية ولكن من التكلم على البطل خلينا في البطل لأن الرقم النهاردة ممكن يوصل للمليون وده رقم قياسي لم يتحقق من قبل في إقامة نهاية كأس مصر اللي كانت دايما كل مباراة النهائيات في كأس مصر ما فيهاش جوائز مالية بتاخد الكاس بتحطه عندك في الدولاب أعتقد كتكاس السوبر بس اللي فيها مكافآت لكن كاس مصر ما كانش فيها مكافآت يعني زي الدور العام قبل كده برضه ولكن دلوقتي لما قلنا أن الفايز ياخد 450 ألف دولار النهاردة تم الإعلان أن الفايز كمان هياخد 500 ألف دولار زائد بلاس 450 ألف فبالتالي حالا بنتكلم على 950 ألف دولار يعني بنتكلم على جايزة المباراة واحدة ممكن تبقى 90 دقيقة أو 120 دقيقة ورقلات ترجيح جايزتها مليون دولار رقم كبير جدا ودي أعلى قيمة مباراة على مدار تاريخ الكرة المصرية من أول مناشأة الكرة المصرية دي لأول مرة مباراة واحدة قيمتها مش بكلام عن قيمة التسوقية أكيد الاتحاد واخد يعني بونس واخد مكافآت وأرقام قدي ده كمان مرة ومرتين لأنه كمان فيه اتجاه اللي ممكن يتعمل عقد المدة 3 سنين ممكن يتعمل عقد المدة 3 سنين ودي معلومة جديدة أعتقد البعض دلوقتي ممكن يسمحها لأول مرة ولكن فكرة أن الفريق يلعب فينال كاس مصر وياخد مليون دولار في هذه البطولة ده رقم لم يتحقق من قبل وبطولة الدول اللي 34 أسبوع قيمتها دلوقتي حسب ما سمعت مليون جنيه فنتكلم في 30 أربعين ضعف قيمة هذا الرقم وبالتالي رقم جيد جدا مليون دولار لبطل كاس مصر جائزة أفضل لاعب في المباراة ياخد حوالي 50 ألف دولار وده أعتقد يبقى حافظ قوي لللاعبين أن يتحاول تأدي وتظهر بشكل كويس عشان الرقم كبير 50 ألف دولار في مباراة واحدة كنت أتمنى أن يتم الإعلان عن دف مؤتمر صحفي ما بين الاتحاد مع الشرق الراعية ولكن عموما خدنا المعلومات بشكل رسمي بعد ما تم الإعلان عنها من الجهات الرسمية وبالتالي الفائز هياخد ما يقرب من 950 ألف دولار دي قيمة الجوائز المتعلقة ببطل كاس مصر